السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في فيديو جديد اليوم سنشارك معكم مصفط البانكيك صحيين بثلاث مكونات فقط سهلين التحضير وبنان بزاف قوم عياء لتتعرف على المقادير والتريقة التحضير بقوم عياء لتتعرف على المقادير والتريقة التحضير بجوارد وبركاته بجوارد وبركاته اليوم سنشارك معكم مصفط البانكيك aujourd'hui je partage avec vous une recette de pancake que sentez avec seulement 3 ingrédients très très bons restez branchés pour découvrir les ingrédients et la recette نحتاج صغير مملوء من الشوفان هاد شوفان انا اللي تحنطو نحتاجو كذلك هنا بنسبة الكمية نصف الكمية تاع الحليب وعندي هنا حبة كبيرة من الموث لتكون طيبة هاد الشكل هادو هما المكونات اللي رح نحتاجوهم دوك رح ندوزو لطريقة التحضير هناك اكثر منفوان خلاص من هوا loose نحوار جدا لدينا ارصان فعلا دوك رح نحضر انا لديك دوك رح نحضر هادوان ثو نحوار انا الذهاب خلاص انتقال لدينا حفل Ich تبدأ الكمية هادوان أضع كل المكوينت كل هم في مفت أضع كل الإغرّيديات مصنع أضع صنع أضعول كل الإغرائديات أنا أبدا تبهون الآن سوف نظرة قوان فهذا هو كوام هذا هو القوام الهندس والتيكستر من جيده بجنة مباشرة في مقrats الميقلات المغربي هنديل عليها بعض الأشمار من الأزيت التسر 쪽 ومارتغل الناس معينة يومي أنت أدول تكسس ججرم غرفكبر من الخالد سنسود جيدا نضع ما شكل دائري شهد لكرة سوپ جميلة ونحن يديني فمهران سيلة بدأتون نحن المغرفة سنقوم بشكل دائري سنسودة لنمزيق سنقل بها مباشرة للجيال أخرى سنستمر في نفس الكائل عملية حتى نكمل جاع الكمية. هذا هو الشكل النهائي تحم بعد ما طابوا درت عليهم شوية تاع السيغو دي غابل نتمنى ان الوصفة نالت اعجابكم و رح نتجربوها وتنجحو فيها ونقل لكم إلى الملتقى إن شاء الله مع فيديوهات ووصفة جديدة. سلام. Et voilà le résultat final des pancakes. J'ai mis un filet de sirop d'érable. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Je vous dis à la prochaine إن شاء الله avec de nouvelles recettes et de nouvelles vidéos. سلام. J'espère que la recette d'aujourd'hui.